الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أنا سعيد غاية السعادة أن أشارك في هذه الأيام الدراسية التي ينظمها مركز دراسات الدكتوراه في كلية الأداب والعلوم الإنسانية بالرباط بالمناسبة أشكر السيد العميد على هذه البادرة الطيبة وأشكر الزميل السيد رئيس مركز الدكتوراه على سهره على هذه العملية الموضوع الذي سأشارك به بعنوان المصادر العلمية ومنهج انتقائها وإعداد الجذاذة العلمية وهو موضوع كما ترون في غاية الأهمية بالنسبة للطالب الذي يقبل على ممارسة البحث العلمي لابد أن يحتاج إلى معرفة هذه الجوانب المتعلقة باختيار مصادره وانتقائها وكيف يعد الجذاذة العلمية التي يستخلص فيها المعطيات العلمية التي سيوظفها بعد ذلك في بحثه حاجة البحث العلمي إلى مصادره العلمية المعتبرة هذه جملة من العناصر التي سنتناولها في هذا العرض المختصر المركز لبيان هذه المسألة مسألة المصادر وانتقائها وإعداد الجذاذ العلمية حاجة البحث العلمي إلى مصادره العلمية المعتبرة كل بحث علمي وفي حاجة إلى مصادر علمية معتبرة في ذلك الفن في ذلك العلم الذي يبحث فيه الطالب العلماء جملة القدماء منهم والمحدثون والمفكرون عندما أرادوا أن يصنفوا ويسهموا في البحث العلمي بمصنفاتهم ومؤلفاتهم لم ينطلقوا من فرع وإنما راجعوا إلى مصادر ومراجع كثيرة تتعلق بالموضوع واستخلصوا ما يتعلق بالقضية والمسألة التي يعالجونها ويدرسونها ثم بعد ذلك حرروا بحوثهم ولذلك عندما نتأمل في جملة من المصادر العلمية الوازنة في تراثنا وكذلك حتى في العصر الحديث نجد أن هؤلاء الأعلام عندما ألفوا هذه المؤلفات اعتمدوا على جملة من المصادر العلمية التي لها قيمة علمية واضحة في ذلك العلم الذي صنفوا فيه هذا مثلا الإمام الطبري عالم كبير عالم محدث مفسر فقيه مؤرخ لغوي يعني إمام في علوم متعددة قد شهد له بذلك جملة العلماء في عصره وبعد عصره كان إماما في فنون وعندما أراد أن يؤلف تفسيره جامع البيان جامع البيان عن تأويل آي القرآن يذكر ياقوت الحموي في معجم الأدباء أن الإمام الطبري انتقى مصادره التي اعتمد انتقاءا دقيقا ولذلك كما ذكر ياقوت الحموي أنه لم يتعرض لتفسير غير موثوق به التفسير التي ليس لها درجة من الصحة والعلماء ينتقدونها ينتقدون رواياتها لم يعتمدها الإمام الطبري ولذلك كما ذكر ياقوت الحموي أنه لم يذكر شيئا من كتاب محمد بن السائب الكلبي ولا مقاتل بن سليمان ولا محمد بن عمر الواقدي هذا بخصوص التفسير ولكن عندما رجع إلى التاريخ والسير والأخبار أخبار العرب رجع إلى محمد بن السائب الكلبي وابنه هشام وإلى محمد بن عمر الواقدي لأنهم مراجع في هذا التخصص التاريخي والأخباري ولذلك لم يعتمدهم في مجال واعتمدهم في مجال آخر كذلك عندما عني ببيان معاني مفردات القرآن الكريم وما يتعلق أيضا بإعراب نصوص القرآن الكريم رجع إلى كتب مختصة في هذا الفن وهي ما يسمى بكتب المعاني رجع إلى كتاب علي بن حمز الكساء وكتاب الفراء وكتاب أبي الحسن الأخفش وأبي علي قطرب وغير ذلك من الكتب لأن هؤلاء الأئمة كانوا أئمة هذا الفن ولذلك عندما يقال قال أهل المعاني فالمقصود بهم الذين صنفوا في معاني القرآن هم هؤلاء الأئمة ولذلك رجع إليهم فهذا يدل على أن الإمام طبري انتقى مصادر ورجع إلى مصادر علمية فأسس عليها تفسيره هذا إمام آخر من أئمة التفسير هذا نموذج بالطبع في التفسير وهو موجود حتى في العلوم الأخرى ولكن اقتصرت على تخصص معين الإمام أبو إسحق فعل أيضا عندما أراد أن يؤلف كتابه الكشف والبيان في تفسير القرآن رجع إلى مجموعة من المصادر العلمية واستخلص منها مادته العلمية ولكن الجديد هنا هو أن الإمام أبا إسحق قوم التفسير السابقة التي كانت قبل تأليفه لكتابه ذكرها بتقويم دقيق بيّن فيه محاسن هذه التفسير وسلبياتها ونقائصها وهذا ما نعبر عنه نحن في زماننا بتقويم الدراسات السابقة نقول لطالبتنا في مقدمات بحوثكم وفي التقارير العلمية التي تكتبونها بخصوص المواضيع التي تشتغلون عليها لا بد من عنصر في هذا التقرير أو في هذه المقدمة وعنصر تقويم الدراسات السابقة أن تقويم هذه الدراسات السابقة وتبين ما أتت به من الجوانب العلمية المتعلقة بموضوعك وما غافلت عنه وما ستستدركه أنت في هذا البحث لأنه لم يرد بالوجه الذي ترتضيه أنت وبمنهجك الذي ترتضيه لم يرد شيء من ذلك بذلك القدر الذي تريد في الدراسات السابقة فقوم هذه التفاسير الإمام الثعلبي وبيّن ما فيها من المحاسن والنقائص ثم بعد ذلك وعد بتأليف تفسيره وهو تفسير الكشف والبيان إمام آخر من الأئمة الأعلام في التفسير والحديث والفقه واللغة أيضا يعني إماما في فنون متعددة والإمام ابن عطية الأندلسي صاحب المحرر الواجيز في التفسير قال ابن خلدون فلما رجع الناس إلى التحقيق والتمحيص جاء أبو محمد ابن عطية من المتأخرين بالمغرب فلخص تلك التفسير كلها يعني أنه رجع إلى المصادر واستخلص مدته العلمية من هذه المصادر مع نظرة ناقد وعالم مقتدر فاستخلص مرأه صحيحا وترك مرأه ضعيفا وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه البحث أيضا عندما يستخلص مدته العلمية من هذه المصادر بالطبع لا يأخذ كل شيء ولكن ينتقي الأجود وينتقي ما يتعلق بموضوعه إذن فلابد من مصادر لكل بحث علمي علمي لا يمكن أن يكون بحث قائما من فراغ مؤسسا على فراغ أهمية المصادر في تقويم البحث البحوث رهينة في قيمتها بقيمة المصادر التي أسست عليها وارتكزت عليها فإذا كانت هذه المصادر لها قيمة فهي عنصر أساس في تحديد قيمة ذلك البحث مدامة المصادر لها قيمة وازنة فإنها تؤثر في قيمة ذلك البحث يصير هذا البحث أيضا له قيمة معتبرة لدى المختصين ولكن إذا كانت هذه البحوث ضعيفة فإنها ستؤثر سلبا على قيمة هذا البحث ولذلك لابد من طرح جملة من الأسئلة التي تساعد في الانتقاء هل مصادر هذا البحث مختصة بالفن الذي يبحث فيه الطالب أم ليست مختصة فالمختصة مقدمة على سواها المختصة أصول في العلم أما الثانوية فهذا لا يمكن أن يعتمد البحث عليها ويركز عليها بالقدر الكبير إلا إذا ورد شيء يريد أن ينتقد أيضا هل هذه المصادر أصيلة في الفن من أمهات هذا العلم من أمهات مصادر ومظن هذا العلم أم أنها مراجع حديثة أي استفادت من تلك المصادر الأصول أم أن مصادره جمع فيها بين المصادر الأصيلة والمراجع الحديثة أخذ الأصول من مظن العلم ورجع إلى المراجع الحديثة التي فيها إضافات علمية طبعا لا يعود إلى كل المراجع وإنما يعود إلى المراجع النوعية التي فيها إضافة علمية على المصادر إما بحسن التصنيف أو بالإضافات أو بالشرح والبيان أو بالنقد وإضافة مسائل جديدة أو ببيان إشكالات علمية واردة في هذه المصادر فوضحتها المراجع الحديثة نعم هذا يحسب لهذه المراجع وتعتمد هذه الأنواع من المراجع أيضا في البحر أيضا هل مصادر هو عميقة في الفن أم سطحية لأن هناك جملة من المراجع يا مراجع سطحية في الفن يعني أنها لم تعرض لي لذلك الجانب العلمي الذي يريد أن يبحث فيه الباحث إلا عرضا يعني أنها هي متخصصة في قضية أخرى في علم آخر ولكن عندما عرضت لي هذا العلم الذي يبحث فيه هذا الطالب عرضت إليه بشيء من الإيجاز مرور الكرام فلا يمكن أن نقارن هذا المصدر أو هذا المرجع بمصدر أصيل في الفن مختص بالفن يتكلم في ذلك العلم الذي يبحث فيه هذا الطالب فالمصادر التي تكون عميقة في الفن تتناوله بدقة وبتوسع هي مقدمة على الكتب التي تعرض لهذه العلوم بطريقة سطحية لأنها ليست مختصة بذلك الفن أو لا تتحدث فيه أصلا أيضا من الأسئلة هل مصادره دقيقة أو متساهلة أو مشهورة بالأخطاء لأن المصادر والمراجع تتفاوت في دقتها هناك مصادر دقيقة في العلوم التي صنفت فيها غير مشتهرة بالتساهل أو بالأخطاء ولكن هناك مصادر أخرى فيها التساهل وفيها الأخطاء وقبل قليل كنا نتحدث عن الإمام الطبري أنه لم يروي التفسير لا عن محمد بن السائب الكلبي ولا مقاتل ولا الواقدي لماذا؟ لأنهم أظناء عنده بمعنى أنه أن رواياتهم ضعيفة في هذا الفن ولذلك لا يعتمدوا ولكن عندما رجع إلى التاريخ فهم أئمة التاريخ ولذلك أخذ عنهم فإذن مثل هذا التمييز لابد أن يكون عند الباحث عندما ينتقي مصادره الفرق بين المصادر والمراجع هناك من لا يفرق بينهما لا يفرق بين المصادر والمراجع ويعتبرها جميعا مراجع لأنه رجع إليها ولا يمانع في أن يطلق عليها جميعا مصادر وهناك من يفرق بين المصادر والمراجع وهذا هو الصوال هناك مصادر وهناك مراجع المعايير المعتمدة في التفريق بين المصادر والمراجع متعددة متنوعة وسأكتفي فقط بذكر أشهرها حفاظا على الوقت المخصص للعرض لأن الحديثة في الجوانب الأخرى يطلو بها الكلام المصادر هي الأصول في الكتب الأصول من الكتب يعني الأصيلة في الفن هي من أمهات مظان ذلك الفن من أمهات مصادره فهي أصيلة فيه والمراجع هي الكتب الحديثة التي جاءت بعد هذه المصادر ورجعت إليها وأفادت منها ولخصت واخذت من معلوماتها فهذه تسمى مراجع فإذن الأصول هي أمهات مظان ذلك العلم والمراجع هو ما جاء بعد ذلك حديثا فيها وأفاد من هذه الأصول العلمية كيفية الاهتداء إلى مصادر البحث كيف يمكن للطالب أن يهتدي إلى مصادر بحثه بالطبع هناك جملة من الأعمال التي تلزم الطالب حتى يهتدي إلى المصادر التي تتعلق بالموضوع الذي يشتغل فيه أول هذه الخطوات الاطلاع الواسع على كل ما يتصل بموضوع البحث لابد أن يتوسع الطالب في الاطلاع والبحث عن الكتب التي تتعلق بالموضوع الذي يعالجه وينظر في هذه المصادر وسيهتدي إلى جملة من المصادر والمراجع الأخرى ثانيا الاطلاع على قوائم المصادر والمراجع هناك مجموعة من القوائم التي يضعها المؤلفون أصلا في قائمة مصادر كتبهم ومراجعها وكذلك في القوائم التي توجد بالمكتبات سواء الورقية أو الإلكترونية أو في الكتب التي تشتغل بالفنون والعلوم وتطور التصنيف فيها فيذكرون جملة من هذه المراجع وتسمى هذه الكتب فهارسوا الفنون هي من الكشاشيف التي تكشف لنا الطراث ببيان تطور التأليف فيه وما جاء فيه من المؤلفات عبر التاريخ فيستفيد من هذه المراجع ففيها كتب قديمة كالفهريس لابن النديم وفيها الكتب الحديثة ككتاب حاج خليفة وغيره من الكتب الكثيرة في الموضوع منهج إعداد الجذاذة العلمية مضمون الجذاذة مسألة مهمة جدا يعني أن الباحث عندما يستخلص جذاذته من الكتب التي يدرسها فهو يركز على محل الشاهد يركز على الجانب الذي يتعلق بالقضية التي يعالجها والموضوع الذي يعالجه ولذلك يحتاج إلى أن يجتزئ هذه الجذاذة من سياقها لأنه لا يمكن أن يذكر الكلام كله لأن صاحب الكتاب يتكلم في موضوع آخر والجذاذة وردت في سياق الكلام يتناسب مع موضوع ذلك الكتاب ولكن الباحث ويختار من ذلك الكلام جذاذة ويقتصر على محل الشاهد منها الذي يتعلق بموضوعه إذن يحتاج إلى أن يجتزئها لأنه لا لن يذكر كل شيء ولكن قبل أن يجتزئها يحتاج إلى الاستفادة من سياقها لابد أن ينظر في سابق الكلام وفيما جاء بعدها من الكلام حتى يتضح له معناها جيدا وحينئذ يحرر تلك الجذاذة ويستفيد من ذلك الصياق الذي وردت فيه في معرفة معانيها اقتصار الجذاذة على محل الشاهد دون زيادة أو نقصة بالطبع عندما سيكتبها لن يكتب ذلك الصياق ولكن سيقتصر فقط على محل الشاهد إفراد كل مسألة من المسائل المدروسة بجذاذة مستقلة بمعنى أن الباحث عندما سيكتب ويحرر جذاذته يحتاج أن يجعل كل مسألة في جذاذة مستقلة لا يمكن أن يجمع كل المسائل في جذاذة واحدة لأنه إذا صنع ذلك سيجد مشكلة في التصنيف عندما يريد أن يصنف هذه المسائل وهذه الجذاذات كيف سيصنف هذه المسائل وأن يمجتمع جميعها في جذاذة واحدة سيصعب تصنيفها ولذلك يحتاج إلى أن يفرد كل مسائل كل قضية كل مسألة يعرض لها في جذاذة مستقلة حتى إذا أراد أن يصنفها ويستفد من هذا التصنيف في وضع التصميم النهائي يسهل عليه تصنيف هذه الجذاذات لأن كل جذاذة في مسألة مستقلة صياغة عنوان مناسب لكل جذاذة الجذاذة عندما يحررها الطالب يكون مضمونها حديث عهد بذهنه ما زالت غضة طرية في ذهنه ولذلك يتذكر مضمونها فينبغي أن يعبر عن ذلك المضمون ويعكسه في عنوان يعكس مضمون تلك الجذاذة لأنه سيسهل عليه فيما بعد تصنيف هذه الجذاذة تصور أن الباحث وصل إلى ألف جذاذة أو ألفين ولم يضع عنوانا للجذاذة يعبر عن مضامينها كيف سيصنع في تصنيف هذه الجذاذة هل سيعيد قراءتها من جديد وهذا فيه مضيعة للوقت وفيه جهد إذن لكي تتفادى هذا التعاب وهذه المشقة من البداية ما دام مضمون الجذاذة حاضرا في ذهنك ضع عنوانا يعبر عن هذا المضمون وهذا سيسهل عليك فيما بعد أن تصنف هذه الجذاذات بحسب عنوينها لأنها تدل على مضامينها العامة توثيق الجذاذة عندما نقلت الجذاذة لابد أن توفقها تذكر المصدر والجزء والصفحة والمؤلف وهذا يسهل عليك منذ البداية أن تعرف هذه الجذاذة أين تقع في الكتاب الذي رجعت إليه سواء كان ذلك نصا أو رقما أي سواء نقلته باللفظ والنصي ثم توفق ذلك أو كان الكتاب في ملكك أنت ولا تريد أن تتعب نفسك بنقل الجذاذة في المرة الأولى وفي التسويد وفي التبييد وأردت في الجذاذات فقط أن تؤشر على مضموني أو على النص في الكتاب الذي عندك بقلم الرصاص تجعله بين مزدوجتين تعطيه عنوانا تعطيه رقما ثم بعد ذلك تكتب في الجذاذة عنوان الجذاذة ورقمها والكتاب والصفحة وهذا يسهل عليك أن تصنف هذه الجذاذة كما لو كانت فيها مضمونها مكتوبا وليس فقط ترقيما يدل على مضمونها في الكتاب تذلك تسجيل ملحوظات جزئية تفصيلية في ذيل الجذاذة عند أول كتابتها عند أول كتابتها كما ذكرنا لأن مضمونها يكون حاضرا في الذهن إذن العنوان هو عنوان الجذاذة وهو عنوان نعم يدل على مضمونها ولكن في الجذاذة جزئيات هذه الجزئيات عندما تقرأها أول مرة تعن لك جملة من الأفكار ومن الملحوظات إذا لم تقيدها ولم تسجلها في أول الأمر ستضيع منك وعندما تريد أن تتذكرها لا تستطيع إذن سجلها من البداية سجلها في ذيل الجذاذة وستجدها حاضرة عندما تقف عليها شكل الجذاذة العلمية كيف تكون هذه الجذاذة هذا نموذج نموذج في تخصص أصول التفسير وقواعده هذا هو عنوان الجذاذة أصول التفسير اللغوية هذا هذا مضمون الجذاذة النص الذي نقلته من كتاب البرهان في علوم القرآن للزركش وهذا توثيق الجذاذة ذكرت الكتاب ذكرت صاحبه ذكرت الجزء والصفحة بقدر من الإيجاز يتناسب مع الجذاذة ولكن عندما سأذكره يعني في التحرير سأذكره بالقواعد المعتبرة في التوثيق والتي يخضع لها البحث العلمي والبحث الأكاديمي هذه الملحوظات الجزئية التي سجلت على الجذاذة العنوان عنوان عام ولكن الملحوظات ملحوظات جزئية دقيقة تستخرج مكنون هذه الجذاذة ومضمون هذه الجذاذة تكشفه هنا وهذا الذي سيفيد في الدراسة وفي التحرير وهو أمر مهم جدا ويمكن أن يكون في أي تخصص تخصص وفي أي جذاذة جذاذة جمع الجذاذات وتصنفها كيف يكون تجمع الجذاذات بحسب مسائلها الموضوعية في أظرفة مناسبة الجذاذات التي تشترك في مسألة معينة أجمعها في ظرف واحد لأن كلها في قضية أو مسألة أو جزئية علمية واحدة فأجمعها في ظرف واحد كل الظرفين يجب أن يميز بعنوان جامع مناسب لما فيه من جذاذات إذن عندما أجمع هذه الجذاذات في ظرف معين وهي جذاذات تشترك في قضية وفي جزئية معينة أكتب على ظهر الظرف عنوانا يعبر عما فيه من جذاذات كما يعني مصنع في الجذاذة بعنوانها العام كذلك في الظرف لابد من عنوان عام يعبر عن مضمونه أي عما فيه من جذاذة إن كانت مجموعة من الأظرف مترابطة فيما بينها يحسن جمعها في ظرف أكبر منها بمعنى إذا توفرت عندي مجموعة من الأظرفة في كل ظرف مجموعة من الجذاذات المشتركة في جزئية أو في مسألة معينة أو في قضية معينة أجمعها في ظرف وأضعوا عليه عنوانا يعبر عنها وهكذا توفرت عندي مجموعة من الأظرفة بينها رابط علمي رغم أن كل ظرف في قضية متخصصة جزئية ولكن بينها جميعا رابط علمي أجمعها جميعا في ظرف أكبر وأعطيه عنوانا يتناسب مع عنوين هذه الأظرفة الصغرى التي توجد فيه كل ظرف كبير يجب تمييزه هو الآخر بعنوان جامع يتناسب مع عنوين الأظرفة التي تضمنها هذا الظرف الكبير الجذاذ الإلكترونية وفوائدها بمعنى أن الطالب يمكن أن يقوم بجذاذات وراقية ويمكن أن يقوم بجذاذات إلكترونية والجذاذات الإلكترونية لها فوائد من جملتها مسايرة العصر والاستفادة من التقنيات الحديثة الآن توفرت وسائل وتقنيات حديثة مهمة جدا وينبغي للطالب والباحث الجامعي أن يساير عصره وأن يستفد من هذه التقنيات الحديثة التي تقدم خدمات علمية مهمة جدا للباحث الأكاديمي ثانيا الاستفادة من خزانات الكتب المصورة والكتب الإلكترونية الموسوعات العلمية المجلات الدوريات كل هذا يكون في الشبكة العنكبوتية ويكون على صيغة البيد ايف أو على صيغة الإيبوك فينبغي للطالب أن يستفيد من هذه الخزائن ومن هذه المصادر في صناعة الجذاذات وفي إنجاز بحثه وهو أمر مهم جدا أيضا البحث الإلكتروني يساعدنا على التوسع في البحث وتسريع عمليته يمكن وأن أشتغل في موسوعة علمية يمكن أن أقوم ببحث في ثواني معدودة في مجموعة من المجلدات أبدأ عملية البحث والحاسوب يبحث وأنا أشتغل بأمر آخر في البحث وأنا أنتظر النتيجة وعندما تأتي تصلني النتيجة نتيجة البحث الإلكتروني هناك مجموعة من المعطيات في ثواني معدودة وأنتقي منها ما أشاء وأختار منها ما أشاء وهذا فيه ما فيه من تسريع لأنني لو رجعت إلى هذه الموسوعة سأحتاج إلى أن أرجع إلى المجلدات وأقلب الصفحات وفي ذلك وقت طويل وجهد كبير إذن هذه الفائدة في الوسائل الإلكترونية الحديثة نبغي أن نستفيد منها لأن فيها إنجاز العمال بقدر كبير من الإتقاد وفي وقت مناسب يعني فيه اختزال الزمن وفيه اختزال الجهد وهذا يحتاجه الباحث العربي تسريع عملية إعداد الجذاذات بالنسخ واللسق أنا أشتغل في كتب الإيبوك وفي الموسوعات بدل أن أنقل الجذاذة كتابة أنا أؤشر عليها وأنسخها وأجعلها في صفحة الورد وبعد ذلك أعالجها المعالجة التي تليق بالجذاذة من وضع عنوان وتوثيق المضمون في الكتاب مع الجزء والصفحة ثم تسجيل الملحوظات الجزئية إذن هكذا صار عندي النقل بسهولة بخلاف ما لو كان النقل كتابتان سأحتاج أن أنقل الجذاذة مرة يعني أن أنقل مضمونة من الكتاب هذا النقل الأول ثم أن أنقل هذه الجذاذة إلى التسويد هذا النقل الثاني ثم أن أنقل التسويد إلى الطبيض والتحرير هذا النقل الثالث وفيه ما فيه من جهدين وفيه ما فيه من وقتين بخلاف النقل الإلكتروني النسخ واللسق ثم المعالجة التي تليق بالجذاذة أو بالتسويد والتسويد بعد ذلك بعد تحريره يصير هو التبييد لا تحتاج إلى أن تنقله إلى ورق جديد تسهيل الاستفادة من الجذاذة في تسويد البحث وتحريره بالنسخ واللسخ ثم المعالجة وهذا الذي أوضحناه أنك عندما تنقله إلى التسويد هذا التسويد عندما تحريره يصير هو التبييد ولا تحتاج إلى أن تنقله مرة أخرى شكل الجذاذة الإلكترونية بالطبع شكل الجذاذة الإلكترونية كل جذاذة على صفحة مستقلة من صفحة الورد إذن صفحة الورد جذاذة مستقلة تعطيها العنوان وتضع فيها المضمون مع التوثيق ثم تسجل في ذيلها الملحوظات الجزئية وكل جذاذة في صفحة مستقلة شكل الجذاذة الإلكترونية شبيه بشكل الجذاذة الورقية وهو الذي رأينا قبل قليل يعني العنوان فوق ثم المضمون مع التوثيق ثم الملحوظات الجزئية في ذيلها تحفظ الجذاذات في أظرفة إلكترونية مناسبة لمضمونها تماما كالأظرفة الورقية كل الظرفين له عنوان مناسب لمضامين الجذاذات المحفوظة فيه تماما كما رأينا في الجذاذات الورقية الأظرفة الصغيرة تحفظ في الأظرفة الكبيرة على نحو الجذاذات والأظرفة الورقية التي رأينا قبل قليل يعني معنى أن البحث الإلكتروني والجذاذة الإلكترونية هي شبيهة تماما بما نقوم به في الجذاذات الورقية وفي الأظرفة الورقية هذه صور ونماذج لهذه الأظرفة والجذاذات الأصول اللغوية هذا ظرف الأصول اللغوية في التفسير ظرف من الأظرفة أجمع فيه أظرفة صغرى بينها ارتباط موضوعي علمي هذه الأظرفة الصغرى إذن الظرف الكبير الأصول اللغوية في التفسير ولكن هذه أظرفة صغرى تابعة له أجعلها فيه تفسير القرآن بمعاني كلام العراض تفسير القرآن بالصرف والاشتقاء تفسير القرآن بعلوم البلاغة تفسير القرآن بالنحو والإعراض كل هذا داخل في الأصول اللغوية في التفسير كل الظرف في جزئية معينة ولكن بينها ترابط في القضية الكبرى وهي الأصول اللغوية في التفسير فإذن هذه الصغرى أجعلها هنا وكيف تكون الجذاذات أيضا هذه جذاذة صفحة ورد وأعطيتها عنوانا تفسير المفردة بالمعنى المعروف في كلام العرب جذاذ أخرى تضعيف معنا لمخالفته المعنى المعروف في كلام العرب وجدت أن المفسر يضعف رأيا من الأراء لماذا؟ لأنه خالف المعنى المعهود في كلام العرب هذه قضية جزئية في أصول التفسير أخذها وأجعلها في جذاذة مستقلة بعنوان مستقل هذه جذاذة أخرى ترجيح رأي لموافقته المعنى المعروف في كلام العرب يمكن هذه الجذاذة أن أجد لها شواهد متعددة في كتاب في تفسير معين بمعنى أنني سأحتاج أن أجعلها بنفس العنوان ترجيح رأي لموافقة المعنى المعروف في كلام العرب عندما أريد أن أحفظها الطبع الحاسوب سيقول لك هل تريد أن تستبدل هذه بتلك؟ فإذا وافقت سينسخ هذه ويجعل الجديدة إذن لكي لا تقع في هذا المشكل أضيف إلى الجذاذ الثانية نفس العنوان ولكن مع إضافة رقم فيكون مثلاً هكذا ترجيح رأي لموافقته المعنى المعروف في كلام العرب رقم اثنين بمعنى أن الجذاذة في مضمونها وفيما عرضت له من الجزئيات العلمية يمكن أن أجد له شواهد متعددة كل شاهد في جذاذة مستقلة فتكون عندي مثلاً خمس جذاذات أو عشر جذاذات في قضية معينة جزئية فإذن أرقمها رقم واحد جوجت لاتاربعة حتى العشرة ولكن بعنوان موحد يعبر عن مضمون الجذاذة هذا شيء ممكن ويسرع كما قلنا عملية البحث فإذن سواء تعامل الطالب مع الكتب الورقية يمكن أن يحرر الجذاذ ورقياً أو إلكترونياً يعني أنه يدرس في الكتاب الورقي وبدل أن يكتب الجذاذ ورقياً يكتبها إلكترونياً ويمكن أن يكتبها ورقياً إذا كان يشتغل فقط يعني بهذه الطريقة وكذلك عندما يشتغل في المصادر الإلكترونية سواء كانت على صيغة البيدي إيف يمكن أن يؤشر على السطور التي يحتاج وينقلها كصورة إلى صفحة الورد مع العنوان ومع الملحوظات والتوثيق إلى غير ذلك أو إذا كان مضطراً إلى نقلها يكتبها ولكن ستكون الكتابة الوحيدة لأنها هي التي سينسخها إلى التسويد وذلك التسويد هو الذي سيكون تحريراً بمعنى سينسخها مرة واحدة بخلاف لو كانت الجذاذة ورقية سينسخها المرة الأولى إلى الجذاذة والمرة الثانية إلى التسويد والمرة الثالثة إلى الطبيين وهذا فيه اختزال للوقت إذا اشتغل بالمنهج الإلكتروني بخلاف إذا كان يعتمد الطريقة التقليدية وهي الكتابة الورقية إذن كان ذلك عرضاً ملخصاً بخصوص المصادر العلمية ومنهج انتقائها وإعداد الجذاذة العلمية رأينا ما المقصود بالمصادر وقيمتها في البحوث وأن البحوث في قيمتها رهينة بقيمة مصادرها إذا كانت المصادر وازنة كان البحث وازناً إذا كانت المصادر ضعيفة ثانوية فالمصدر يؤثر ضعفه في البحث ويصير البحث أيضاً منتقداً ضعيفاً لأن صاحبه أسسه على مصادر ثانوية وليست أصيلة في الفن وفي العلم الذي يشتغل فيه رأينا كيف ننطقي الجذاذات سواء ورقياً أو إلكترونياً وكيف تتيسر الاستفادة منها أسأل الله لكم التوفيق والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر